مرحبا بكم دكتور أخر مرة المرة اللي فت كنا هضرنا على أنك مشيت لبريطانيا وتعرفت على واحد الكنيسة وتماك بديتي كتهتم بالمسيح والمسيحية أشرح لنا أكثر كيفاش والذي مسيحي يعني أولا بديت تنقرأ الكتاب المقدس وبالنسبة لي كإنسان اللي خلص الجميع ما كانش عندي صعوبات لكن في الكنيسة كانوا ناستي يساعدوني على فهم بعض الأشياء ومن بعد شفت كذلك التصرفات دي المسيحي اللي كانوا معي في الكنيسة ورقيت بأن كين عالمين من اللي تكون في الكنيسة تنشوف ناس اللي متبعين تعاليم المسيح ومن اللي تنخرج للندن الشارع تلقى عالم آخر وفي نفس الوقت مشيت الكنيسة بريطانية لتتكلمه إنجليزي وشفت تقريبا بحال الكنيسة البريزيلية الناس كذلك محترمين ومتبعين تعاليم المسيح فأنا قلت الآن التشريب أنا اللي لقيت لازم هذا الإله اللي غير هذا الإنسان اللي كان سكايري وهذا الإله اللي مثلا هذالناس مخلهم مختلفين على العالم هذا إله أنا هو اللي بغت يكون الإله زيالي فبقيت متبع القرية دي الكتاب المقدس ساعدتني كتير والرعية الكنيسة كذلك كنت يدير معايا دروس إضافية نعم وحسيت بإنك بدأ واحد تغيير في حياتي نعم يعني لقيت كان فرق ما بين هذا التوجه اللي كنت ديال الشيوعية أو مثلا ديال الإلحاد مختلف على التوجه مثلا مع المسيح والحياة مع المسيح بديتك تشعر بإنك ذاك الفارح بدأ كيعمر فعلا اللي كنت يقدرتي عليه قبل فعلا بدأت أعمري إنه لما كنت ملحيد أو شوعي كنت أنا تتحكم في حياتي ديال اللي نبغي وإشياء مثلا كانت تتخرب حياتي ما كانش صالح حالك ما كانت صالح حاليا لكن لما بديت عايش مع المسيحيين وبيديت نتبع مثلا تعاليم المسيح لقيت بإلا دخلت في واحد الإطار ديال واحد بدأ حياة جديدة شنو تعاليم المسيح اللي فعلا المسات لقلب ديالك ودارت ذاك دارت ذاك هذا كما كان نقول في القلب ديالك مثلا تعاليم المسيح كيفاش مثلا نهتموا بالآخرين كيفاش نهتموا بنفسنا أولا كيفاش نكونوا إحنا بعدها مزيانين قبل ما نوريوا لأخرين ونطلبوا منهم باش يكونوا مزيانين وهذه أشياء كلها مثلا حسيت أنها مش أشياء وقعت في شهر ولا شهرين يعني أنا بقيت في هذه الكنيسة قريبا سنة ونصف شفت بأن تعرف الإنسان من اللي تكون علماني نعم يعني من بعد واحد السنة شفت بأن أشياء كثيرة تغيرت في حياتي نعم بحالش مثل مثلا كنت نحرف لك على حاجة بسيط تون كده ما بقيتش ما بقيتش تقسم لشوي ولا لقلت نعم نعم لقلت للا وتوقيت مثلا إذا درت معيد حتى أن لما دخلت للمغرب حتى العائلة ديالي لاحظوا هذوك الأشياء لاحظوا هذو الاختلاف لاحظوا الاختلاف من دخلت للمغرب العائلة ديالك عرفت بأنك والتي مسيحي وكيفش أنا قلتها لهم لكن كان الرد الفعل ديالهم شوية يعني ملكت ملحيتي يقولوا هذك رحاجة عادية يعني يقبلوا لحده ومقبلوش للمسيحي لأنه بالنسبة أنا مثلا لو همش لأنه عندنا مشغير في المغرب نعم عندنا واحد الخاليط بين اللي تمسيحي صافرة ما بقيتش مغني صافي حيتي حيتي الجلدة حيتي ولكن مع المدة عرفوا بأنني ديما تنظرهم وتنهتم بهم وشافوا حتى مثلا الوقت عندي مضبوط لقدت لك نجي نجي لقدت منجيش منجيش نعم وتصحابك حتى هما كان عندهم نفس هذا يعني الانتوراج ديالك نفس شي عندي واحد صاحبي كان هذاك ملحيض قال لي تنبي اوسي باكو ساز عما سقطت تل هذه الدرجة هذه يعني اللهم الإحاد ولا المسجد علش لنا بالنسبة لي هو الإحاد هو حر يدير اللي يبغى غير مقريد ما كانت قيود ما كانت فشف مثلا أن حياتي أنا ولت الأشياء اللي كنت تنذيرها معا ما بقيتش تنذيرها مثلا نخرجوا مشوا نشربوا عكسوا ما بقاش في هذه الأشياء كلها نعم ففجأت حياتي ولت غريبة دكتور شكرا مزاف على هذا الوقت لعدتنا ونعود ونطلقها مرة أخرى إن شاء الله شكرا اشتركوا في القناة